على فكرة نحن لازم نحكي ليش بدنا نحكي؟ لأنه ما لازم نظل هيك عم نتعامل مع بعض والله أنت اللي فرضتي أنه نرجع نتعامل مع بعض أنا ما بدي شوفه الشيك على فكرة أنت واحد وقح أنا مو أوقح منك شفتي وقعتك لوين وصلتك دحشتي حالك بالبرنامج معي ودحشتي حالك بالسهرة ودحشتي حالك بالسيارة رح أترك لك ياها وإنزل تترك لي ياها؟ ولا أصدك أنك تهرب ما هو هذا العادي تبعك أنك تهرب لأنك واحد جبان ما بتعرف أنك تواجه من وقت حملت حالك وسافرت وما بقى رديت عليه وبالأخير شو؟ بتطلع متجوز متجوز واحدة روسية أنت بتعرفي منيح أنا ليش اتجوزت أنا كل شي كنت عم بعمله كرمالنا بس أنت اللي قتلت حالك أني اطلع لها يلباسة كرمال شو؟ كرمال طلق شي برنامجي وتكسبي فرصة عمرك والنتيجة شو؟ صرتي أهم معدة بأهم برنامج بأهم محطة وأنا بالزور اللي قدرت أرجع أصبت للناس أنا مين؟ أنت يا غريب كيف بتفكر لك معقولي عم تقارن الأسطين ببعض لك شو بيطلع الشي اللي عملته وأنت قدام اللي عملته أنا؟ لك رضيت معك أنه نتشوز بالسرع لأساس تسافر وترجع وبالأخير شو؟ سافرت وهربت وما عدر الديت وع كلين هذا البرنامج من حقي أول شي أنا اشتغلت عليه مثلي مثلك يعني إلي نصه وتاني شي لازم تتعود تخسر يا أستاذ مهند ولا حضرتك تعودت عن الربح وبس؟ ولو على حساب العالم؟ أنت شو بدك هلا؟ قصة وخلصيت أنا سافرت ونجحت وأنتي أمورك ماشية شو لسا بدك بها؟ ما حضرت القصة خلصت عندك بس عندي ما خلصيت ودير بالك كتير مني يحملني أموريس خير شوفي؟ لك شو شوفي؟ أم عاطف طلعت من السجن ورجعت على بيتها معززة مكرمة أوف كيف هيك صار؟ ما بعرف خايف وكرة توصلي بتعملي شي شغلة طب خلص أنا بحل الموضوع بكرة منحكي ماشي أستاذ ماشي